وبالأمس قررت قائمة شروط على السلطة إذا لبت السلطة جزء منها ستصبح إلى سلطة عميلة ليس فقط وكيلة للاحتلال وإنما سلطة عميلة وإذا أصبحت سلطة عميلة يعني تنفيك سلطة تمثل الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال وبالتالي هذا مقرض أن يدفع السلطة ويدفع جادة الفلسطينية المسؤولة عن السلطة لحسم أمرها لأنه الآن إما سلطة عميلة وإما تغيير السلطة بحيث تنحاز إلى شعبها وإلى مشروعها الوطني وبالتالي تغييرات بوظائفها بالتزاماتها يعني بموازنتها هذا الأمر لم يعد السلطة بالمعنى القديم قبل الاستمرار يعني فقطة أوسليو ماتت الآن مفترض سلطة لا تربطها التزامات متبادلة لا تربطها عملية سياسية وإنما سلطة تقوم بوظيفة صالح الاحتلال بالكامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر